في درس اليوم راح أعلمك طريقة تحويل الصور النقطية إلى كائنات فيكتر عن طريق خاصية Trace Bitmap جحست قدامنا عدة صور لدرس اليوم أرنوبنا من الدرس السابق ومرة تفكر وهذا اللوغو خلنا نبدأ الحين بالشرح على أرنوبنا نشيل ذول الصورتين على جنب بالأول راح أحط خلفية عشان تشوف وتميز كيف نتيجة Trace Bitmap الحين تروح إلى Trace Bitmap من Path Trace Bitmap هنا أو عن طريق Keyboard Shortcut Shift Alt P في قدامنا هنا ثلاث أنماط إلى Trace Bitmap Single Scan ينفع إلى الأبيض والأسود Multi Color والPixel Art نحدد الصورة اللي نبغى نسوي لها تحديد Trace Bitmap مثل ما تشوف Single Scan صار الأبيض ساطة عليها طلعت لنا النتيجة بيضة بالكامل لأن هذا النمط يعتمد على درجة سطوع الألوان الموجودة في الصورة بتحاول ترفع هذا الرقم عشان يمديك تشوف عشان يمديك تحدد الصورة الصورة ملونة بس لأننا راح نستعرض كيفية التحديد كيفية التحديد باللونين الأبيض والأسود رفعنا إلى رقم مناسب الحين ونضغط هنا تطبيق أو Apply بإمكانك أيضاً تسوي لها عكس Invert ستصبح كأنها Negative كلش الصورة مي مفهومة بس لأنها Negative في أيضاً تحت Single Scan عدة أنماط فرعية هذا النمط بناءاً على الحدود الموجودة في الصورة يقاعد يدور على الحدود الموجودة في الصورة ما قدر يزبط الحدود الموجودة في الصورة وهذا اللي طلعه بإمكانك طبعاً تريد تستكشف تالي كيف يصير Single Scan Auto Trace خلينا نشوف كيف يصير يطلع لنا هذا الشيء من Auto Trace إلى Single Scan طبعاً فيه Auto Trace تأخذ Auto Trace تقدر تلون Auto Trace منه ننتقل إلى Multi Color نضغط هنا مثل ما هو موجود طرق تحديد في نمط Single Scan موجود أيضاً في نمط Multi Color راح نبدي بال Brightness Step السطوع راح نبدي بتسعة تالي عشرين تالي ستين وهو أريد يكمل الفرق وهذا عشرين يأخذ شوية وقت Brightness Step يسوي سكان للصورة ويستخلص درجات سطوع الألوان بالشكل اللي تشوفه قدامك الحين طبعاً يأخذ شوية وقت فيه نقطة صغيرة هنا لكن هم هم وهو كل ما زيت عدد الـ Scans كل ما أخذ وقت في إنشاء الصورة واستهلك من موارد كمبيوترك أخذ من عندي تقريباً 12 ثانية عشان يسوي Trace Bitmap بستين درجة لون فيه أيضاً النمطين التحتيين Gray و Auto Trace تقال تروح وتستكشفه بنفسك بعد الدرس نكمل تطبيق على صورة أخرى نفس الشي راح أسوي تسع طبقات هالمرة راح أحط Remove background إلى صورة المرة مثل ما تشوفه هنا في Scans 9 صاير فيه فراغات لأننا اخترنا نزيل الخلفية وكل ما زدنا عدد Scans قلت الفراغات صارت فراغات أقل مع 60 درجة ومع ذلك فيه فراغات في عندي شوية تنبيه يفضل أنك تخلي الصح في الاستاك لأن اللي يصير أوريك كيف يكون شكل الصورة خلينا أقلل عدد الدرجات إذا شلت الصح من الاستاك شوف كيف يصير الصورة راح يصير مغبشة وفيها فراغات هذه 20 طبقة لون أو أوريكها الآن بالستين كيف راح تطلع الصورة الصورة الصغيرة كأن المرة متغبرة بالرمل أو الرماد لأن صورتنا الأخيرة تقريبا من لون واحد ودرجاتها قليلة فما تحتاج تكتب عدد كبير في الاسكانس 16 كفاية الأرقام اللي هنا افتراضيا بتكون بهالشكل تقدر تخليهم كذا أو تغير فيها بالشكل اللي يناسبك بإمكانه تحويل صورك إلى أشكال فيكتر مشابهة إلى اللي تشوفها في ألعاب الريترو بس أحب أن أبهك أنه قد تكون النتيجة غير مرضية أيضا إذا كان كمبيوتر كمو قوي يفضل أنك ما تتعمق فيه ويد لذا ما راح أتكلم عنه أكثر في درس اليوم ولهذا السبب خاصية لتريس بيت ماب ما هي مثالية لإقتطاع الأجزاء اللي تريدها من الصورة أو إزالة الخلفية آمل أنك تعلمت شي أو عدة أشياء من درس اليوم انتهى الدرس وبإمكانك الإنسراف الآن